بعث الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعث ببرقية تهناء إلى سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية الجديد وخلال برقية التهناء أكد وزير الدفاع أن رجال القوات المسلحة يقتضون بالنبي الكريم في الصدق والإخلاص والتفاني فيما يحملونه من مهام ومسئوليات وطنية لتظل القوات المسلحة الدراع القوي الذي يحمي الوطن والحصن المنية الذي يصون الشعب ومقدساته كما بعث الفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهناء ممثلة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد وبعث وزير الدفاع ببرقية تهناء لكل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وفضيلة مفتي الجمهورية كما أصدر توجيها لتهناء القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعملين المدنيين بالقوات المسلحة والعملين المدنيين بوزارة الانتاج الحربي بمناسبة الاحتفال بحلول العام الهجري الجديد كما بعث رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقية تهناء لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وفضيلة مفتي الجمهورية كما أصدر توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر